وللحديث عن الجهود الأمريكية لمحاولة التوصل إلى حل للأزمة في قطاع غزة والزيارات المتواصلة للمسؤولين الأمريكيين إلى دول المنطقة ينضم إلينا من واشنطن مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق السيد لورانس كورب سيد كورب أهلا بك معنا في هذه الساعة على سكاينيوز عربية وبلينكين إلى اليابان ولقاءات مع قادة مجموعة السبع وليام بيرنس في المنطقة وعدد من اللقاءات الهامة أيضا هل نتحدث الآن عن رؤية قادمة تختلف قليلا بالنسبة للجنب الأمريكي عن الدعم المطلق الذي كان لإسرائيل للمضيف هذه العمليات حتى دون تحديد صقف لذلك بالأساس الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تضمن أن إسرائيل هي محمية وعندما تنتهي هذه الحرب لا يكون هناك عناصر مثل حماس قد يكررون أفعالهم وكذلك يهاجمون الأمة الإسرائيلية هذا هو الهدف كان هناك رغبة في وقف الخسائر المدنية ولذلك الوزير بلينكين أيضا طالب أن يكون هناك هدنة إنسانية حتى لا تتواصل الخسائر المدنية في صفوف سكان غزة وبعد ذلك يمكن التفاوض من أجل وصول إلى التسوية وعندما يقال يجب بدء هدنة المشكلة هي أن حماس لن توافق على وقف لإطلاق النار ولذلك إسرائيل حارست على أن تمنع إسرائيل ما بدأته في السابع من أكتوبر سيد كيربل باريحة تحدثت وسائل إعلام أمريكية وعدد من الصحف أيضا عن ما يقال إنه إحباط أمريكي من الاستراتيجية العسكرية الإسرائيلية المتبعة في الحرب مع قطاع غزة بداية هذه المواجهات واشنجتون كانت تركز فقط على إدخال المساعدات ولم تأتي على ذكر أي هدن إنسانية بل كانت تعطي ذلك داخل مجلس الأمن العودة إلى هذا الطرح الآن إلى أي درجة يعكس حقيقة هذا الإحباط هناك نقاش في أمريكا في الولايات المتحدة الأمريكية هناك نقاشات بين كل الأطياف السياسية هناك كثيرون في الولايات المتحدة الأمريكية يقولون إنه يجب وقف مساعدة إسرائيل حتى توقف القصف والغارات في غزة وكذلك هناك من يطالب بإيصال المساعدات الإنسانية حتى تتدفق بوتيرة أكثر لكن من الصعب أن يكون هناك تقليص للخسائر المدنية في الوقت الذي ترفض فيه حماس فعل ذلك وخصوصا أنها تمتازج وتختلط بالمدنيين ولذلك إسرائيل تقصف أهدافا من حماس وحماس تكون مختبئة في المستشفيات والمدارس ذلك دائما هناك خسائر جانبية واليوم فقط كان هناك تصريحات لحركة حماس أنها منفتحة حتى على مسألة تسليم المحتجزين من الجنسيات الأجنبية ولكن الأوضاع الميدانية والجانب الإسرائيلي يعرقلان ذلك لماذا لا تتحدث واشنغتون عن طروح لمناقشة وقف إطلاق النار وإطلاق أي مسارات تفاوضية أو حتى هدنة طويلة لماذا تقول فقط هدن مؤقتة ويتحدث الجانب الإسرائيلي عن هدن تكتيكية قد تكون ساعة فقط هل يحتمل الوضع داخل قطاع غزة؟ المزيد من الوقت للجانب الإسرائيلي لتنفيذ أهدافه العسكرية رئيس الوزراء نتنياهو قال إنه إذا تم إطلاق أرهاء سيطبق هدنة استراتيجية ولذلك إذا جرى إطلاق سراح أرهاء وتحريرهما سنكون قد بدأنا العمل في الاتجاه الصحيح وإذا أقدمت حماس فعلا على ذلك حينها سنكون قادرين على الضمان أن يقوم نتنياهو بتطبيق هدنة إنسانية وبعدها ربما وقف إطلاق النار ستكون تلك خطوة مهمة وستغير الكثير من الأشياء وهذا سيؤثر حتى على الرأي العام في أمريكا والعالم والاتصالات الأمريكية الإسرائيلية لم تتوقف منذ السابع من أكتوبر عندما يتحدث اليوم رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الجيش الإسرائيلي سيتولى الإدارة الأمنية في قطاع غزة لاحقا إلى فترة غير محدودة هل هو النقاش الدائر الآن بين واشنغتون وتل أبيب كيفية إدارة القطاع حتى قبل الوصول لنتائج ونهايات في الحرب الدائرة؟ لا أعتقد أن إسرائيل تدرك الآن أنه ليس هناك أي طرف مرشح لإدارة غزة ولذلك هي تقترح بعض البدائل لأنها ترى أن محمود عباس ليس مؤهلا لحكم غزة ولذلك الذي يقوله الإسرائيليون هو أنه من أجل بسط الاستقرار في غزة وحتى تكون السلطة الفلسطينية جاهزة لحكم غزة وأيضا منع حماس من حكم غزة مجددا يمكن أن تكون إسرائيل في غزة لتأمين الأوضاع بشكل مؤقت وبعدها قد تأتي فتحة من أجل تولي السلطة والحكم في غزة وطبعا حينها ستكون هناك توترة أقل مع إسرائيل هذا عفوا حال انتهاء الحرب قريبا آخر التصريحات اللافتة في إسرائيل هي لرئيس الوزراء الأسبق يهود باراك قال الرجل الذي يمتلك خلفية عسكرية هامة جدا يجب على الجانب الإسرائيلي إنهاء هذه العمليات خلال ثلاثة أسابيع فقط إلى أي درجة هذا يتفق مع القراءة الأمريكية الآن وهل يمكن أن تساهم حتى الضغوط الدولية والشعبية على إدارة بايدن في أن تدعم هذا الاتجاه إنهاء العمليات العسكرية داخل قطاع غزة خلال مدة أقصاها ثلاثة أسابيع لا أعتقد أنه سيكون هناك قدرة على إقناع إسرائيل بوقف هذه العملية إلا إذا شعرت بأنها قضت على حماس ومنعتها من العودة مجددا إلى غزة حينها قد يكون هناك هدنة إنسانية الإسرائيليون تحاربوا مع حماس في 2014 وكانوا يحاولون نزع أسلحتهم وبعد ذلك تركوهم يحكمون غزة الآن لن يسمح بحدوث ذلك والمهم اليوم هو أننا عندما نتحدث عن المدنيين نتنياهو تحدث إلى أمريكا وتسأل معها عن الأفعال التي قامت بها أمريكا لأن الأمريكيين قتلوا في فيتنام وكذلك في 11 سبتمبر ولكن كانت أمريكا قد ردت بشكل ساحق ونتنياهو يرد على أمريكا بالمثل ويقول هو سيفعل شيء نفسه شكرا جزيلا لك ضيفي من واشنغتون مساعد وزير الدفاع الأمريكي السابق أسيد لورانس كورب على كل ما تفضلت به معنا من إضاحات في هذه المداخلة